بيبدأ في المينة ببنت اسمها نارو عايشة في قبيلة كومانشي والقبيلة دي بتهتمل بالصيد والذراعة فبتحاول نارو انها تتمرع لانها تعرف تصطاد فبتلاقي غزال وبتجرى غراها عشان تصطاده وبسعدة الكلب بتاعها لكن الغزال بيجرى وهرم منها والكلب بيتمسك في فخ كمحطوط في الارض وبتصعده نارو وبتطلعه من الفخ ده وبعده كده بتسمع اصوات جاية من السماء وبتلاقي فيها سفينة فضاء وبتختفي وبتروح تقف مع اخوها اسمه تابي وبيقول لها انا فاكر لما ابويا قال لي انت جاهز انك تشارك في الصيد كنت ساعتها انت صغيرة عشان كده خدتيك امي عشان تجمعها لأعشاب الطبية لكن انا رحت مع ابويا لتلال وكانت منترة وزحفنا فوق الطين وبليت الكز بتاعي وساعتها الوطر بتاعه بوز وهي واقفة مركزة مع النصر اللي طير عشان تصطاده فهو اصطاده قبلها فبتقول له انها شافت اشارة جاية من السماء لما كنت بتضرب ودلوقتي انا مستعدة ان اشاركه في الصيد فقال لها هو انت فاكر ان الجاهزة للصيد انت عاوزها تصطاد حاجة عاوزها تصطادك فبتسكت ناره وبتاخد كلبها وبتمشي وبترجع القبيلة وبتقعد مع امها وبتنجل الكلب بتاعها اكل فاموها قلت لها ضربتي كويس فنارة قلت لها كان تدريبه سهل عشان هو زكي فاموها قلت لها مش من السهل تدريب كل مخلوق زكي فسألت امها عن العلاج اللي بتحضره ده عشان رجبة زعيم الحرب فقالت لها اه وحالته بتسوق اكتر من الاول فنارة قلت لها انت مضفتش زهور البرتقالية فقالت لها خلصت وبعدين سألتها انت تعرف منين عن زهور البرتقالية قالت لها انت المعرفان عليها ونارة قاعدة بتسن الفاس بتاعها فقالت لها ان ابوك سبه لك عشان تقطع بيه الاعشاب اللي هتبقى صعب عليك فنارة قلت لها انها كانت هتصطاد غزالبين فقالت لها مش هنعرف ناكل بكلمة كوند انت بتعرف تعملي حاجات كتيرة غير السيب وسألتها ليه انت عاوزة تصطادي فردت عليها وقالت لها عشان انتوا فاكرين اني مش هعرف فاخوها دخل ومعها سيد فقال لأخته كان لازم تهتم بقصتي فقالت له ما كنتش هعرف ان انا عندنا وقت عشان ناخد فيه ايلولا واماها قالت لها رحي هاتي زهور البرتقالية وبتخرج بعد كده بتظهر سفينة فضاء وبتختفي وبتسيب وراها البيضاتور على كبقى بالارض وبدأت ناره في جلعة زهور البرتقالية وهي راجعة تسمع اصوات من القبيلة فبتسأل واحد قال لها ان اسد خطف واحد من قبيلتهم اسم جهي ولازم ان لا نلاقيه وبيمشوا افراد القبيلة في الغابة وبيبقوا مستعدين للهجوم فواحد بيسمع صوت حتى جاي وكان هيدرب بعد ظهرة ناره فقال لها كممكن تتصابي بسهم عشان تسلولك ده فقال لها مين هو اللي بيتسلل فواحد تاني قال لها مين اللي قالك تيجي معانا احنا مش نغيب لفترة كبيرة عشان نحتاج لطباخة فاخوها تابي قال لازم تبقى موجودة عشان بتعرف تمشي ورا الاسر وكمان لو لقينا ابوها حي فهي بتعرف تداول مجروحين فبيوفقوا بيروح لها اخوها تابي بيقول لها لازم تدوري وتلاقي معانا الاسد فقال لها هلقيه وقال لها انا عارف انك هتلاقيه وبالروح للبرداتور هلاقيه متخافي عن الانزار وبيصطط تعبانه وبسلخه وافراد القبيلة هما ماشيين بيلاق اثار الاسد وبيعرفوا انه كبير وبيبضلوا يمشي وراه ناره والكلب بتاعها لحد ما بيلاقوا ابوهي ولما ناره راحت له عارفت انه لسا حي وبدأ التدويه قبية الافراد قالوا ان تابي عاوز يفضل موجود ويصطاد فنار قلت له هاجي معايك فاتابي قال لها انا اقدر اصطاد الاسد فانا رأيت له مش الاسد بس ليه لقين ابوهي حي اكيد في حاجة خلت الاسد يخاف ويهرب من عرينه فاتابي قال لها برضو هتولى المهمة دي كمان خليك مع ابوهي فهو محتاج مساعدتك فواحد من الموجودين قال احنا ما عندناش وقت عشان نضيعه في الكلام لازم ان ناخده للقبيلة فبيغضوه يمشي لكن واحد منهم لقى ابوهي تسق عين فبيحاول انه يدفيه فقالت لناره ان الدواء هيبتق نزيفه ولو دفع هنزف لحد ما يموت واسمع انت عاوزه برتاح ولا عاوزه حي فبيصبوه يمشي لكن هي بتلاقي التعبان المسلوخ وبتلاقي اثار رجل كبيرة فراحوا لها افراد من القبيلة وقال لها احنا ما عندناش وقت ضياء عشان نستناكي قالت لهم بصوا للاثار ديت فواحد قال لها ممكن تكون اثار ضب قالت له ممكن بس ده ضب كبير ليه بيمشي على الرجلين الخليفيتين وايه اللي يصدوه اختعبان بالشكل ده فقالوا لها انهم لازم يتحركوا فقالت لها لازم احذر اخويا واحد من قبيلة قال لواحد تاني خليك معاها وهي ماشية بتلاقي اثار للاسد فاخوها قال لها اطفي النار اللي معاك عشان كده هتخوف الاسد احنا دلوقتي في منطقته وليه رجعته فقالت له لقيت اثار اجدام وكانت كبيرة فقال لها انا مش هيخوفني دوب فقالت له انا ما اعتقدش ان ده دوب انا مش عارفة ايه هو بس عشان ما شفتش اثار زيها قبل كده لسالة اختعبان وطلع احشاءه وبر جسمه فاخوها قال لها مهما ان كان احنا دلوقتي في عرين الاسد لازم بنا نتعامل مع الاسد الاول فالتل الاسد مش هيظن اننا هنصطده هنا وهيظن انه هو اللي هيصطدنا احنا هنجيب طعم ونطلع فوق الشجرة ونستنى اللي معاها قال لها الصياد ما تستناش واحنا ممكن نستنى هنا طول الليل وقالت له احنا برضه ممكن ندور في الغابة طول الليلة وما نلاقيش اي حاجة فقال لها بعصبية لو كنت خايفة من الصيد رجع للمخيم وللقبيلة اللي بتنتمي لها عشان ده مكانك فاخوها قال له احنا هنجرب طريقة ناره هنقدم له الطعم وبعد كده هكود الاسد لكم فاخوها قال لها جاء الوقت اللي انت تشارك فيه في الصيد ولما الاسد يجي قولي له ان دي اقصى مسافة هتمشيها ومش هتتقدم اكتر من كده ودي حدودة وفعلا بيحط الطعم وبيطلع على الشجرة اللي مع ناره شافها وهي بتسن الفاس بتاعها فقال لها مش هيكون مهم لو كنت بتخافي تستخدميه وانت بتظن انك جاهزة وانت ما وجهتيش اسد قبل كده وفضل يوصف لها ويقول لها ان سنان مضبابة زي السهام وبتكون استعدة لتنزيج لحمك وكسر عظامك ولما يرجع اخوك انا وهو هنلاقي الاسد ونقتله وساعت الاسد هجم عليه وقاها من على الشجرة ولسه هي هتدرى بالسهام تلع لها على الشجرة وسع الصوت وبصت عليه والاسد هجم عليه وقاها من على الشجرة وفقدت الوعي وبتصحى وبتلاقي نفسها في الخيمة مع امها وقالت لها اخوك شالك لحد هنا ورجعك وسألتها ايه اللي حصل للاسد فما قلت لها تابه يصطاده فقالت كويس ولازم اني قالقيه فما قلت لها لأ لازم ترتاحي وبالمناسبة وهي يفضل عايش بسبب الدواء اللي انتي ديتهوله فالنار قلت لها فيه حاجة تانية في الخارج وتابه محتاج مساعدتك فما قلت لها لو كان اخوك محتاجك ما كانش رجعك هنا وانت فاكرة ان ان كطمية هو بيكون اثبات قدرتك على الصيد بس فيه سبب تاني واحد والسبب هو ده النجاح وبعدها اخوها بيرجع شايل الاسد وفاصل دماغه عن جسمه وزعيم القبيلة بيخلى اخوها زعيم حرب والكل بيقى فرحان لكن نارو ثبتهم ومشت واخوها تابي ندع عليها وقال لها رايحة فين ده احنا عملناها فنارو قالت له لا لست ما عملناش اي حاجة وقالت له في رأيك ايه اللي سيبقى صار وسلخ التعدان وقبل ما اقامن على الشجرة شفت برق اكيد فيه حاجة تانية برا القبيلة فاخوها قال لها لو موجود هاستطاده فنارو قالت له لازم نرفع للغابة بعيد خلف سلسلة الجبال اخوها قال لها لا قالت له هاستطاد لوحده لو اضطريت فاخوها قال لها مش هتقدري فقالت له هو انا محتاجة لازنك يا زعيم الحرب فقال لها ما فيش علاقة للامر بالازن مش هتقدري وكان لازم ان اشيلك وارجعك فقالت له انا قدر استطاد فقال لها انت صح وعملناش عشان انا اللي عملتها وانت حاولتي لكنك فشلت ومعرفتيش تموتين وسبها ومشي وثاني يوم الصبح بتصحى وبتقول لو هما مش شايفين مهاراتي فانا هوريهم وبتجاهز عدد الصيد والكلب بتاعها وبتمشي وبتبدأ رحلتها في البحث على البريداتور وهي مش هتلاقي اثار له عبارة عن دم اخضر واثار رجليه فبتاخذ مقاسها بعصاية وساعتها بيكون البريداتور واقف بتفرج على انكضاء الزئب على ارنب والديب كان لسه يصطاد الارنب فبيدربه للبريداتور وبتدور معراقة بينهم لكن بدرب واحدة بموت البريداتور ونرجع لناره فبلاقيها بتحاول انها تصطاد ارنب لكنها بتفشل وبتحول تاني ولكنها بتفشل فبتعمل حبل وتطربته في الفاس بتاعها عشان تبقى سريعة في الصيد وبتتدرب تاني وبتطبق اللي اتدربته وفعلا بتنجح في انها بتصطاد ارنب وبتكمل ماشي وتاني يوم هي ماشية بتلاقي قطيع من المواشي مقاطلين ومسلوخين وبتلاقي جنبههم عقوب صجارة فبتسوقهم وتكمل ماشي وبتندع على الكلب بتاعها لكنه بيختفي وبتقعه في بركب منوتين وبتحاول انها تحدش الفاس عشان يمسك في الشجرة وبتفشل لكنها بتفضل تحاول لحد ما بتعرف وبتطلع وبيكون بريداتور عند قطيع المواشي المسلوخة ونوره بتروح عند النار عشان تغسل الفاس والكوس اللي معاها منوتين اللي كان عليهم فبتلاقي الكلب بتاعها رجع وبتسمع الصوت فبتتسحق وبتمشي وراء الصوت وبتلاقي دب وبيفترس حوام والدب بيشم ريحتهم وبتحاول نره وانها تصطاده باستهم لكن الكوس بتاعها بتقطع والدب بيشوفه وبغر ناحيتها لكن ما بيعرفش يطلع فبيليفلها من ناحية تانية وبيروح لها وبعد ما راح لها كان يفضل ينبح عليه لحد ما الدب بجيره وراها وهي ده كله بتحاول تصلاح الكوس بتاعها وفعلا بتصلاحه وبتمزل عشان تصطاده لكنها بتترجع لما بتشوف كلبها رجع تاني والدب وراها فبتحاول انها تهرب لكن الدب مش سيبها وكان خلاص هيصطادها فبتسمع صوت غريب حتى الدب يتاجه ناحية الصوت ده وبيطلع البرداتور رايح يصطاد الدب وبتقوم معركة بينهم لكن البرداتور بيقضي على الدب ونوره بتشوف ده كله بتبقى في حالة زهول وملامح البرداتور بدأت تظهر من الدم اللي نازل عليه من الدب بعد ما رفعه ولما شافت كده بدأت انها تهرف من خلال النهر وبرداتور شافها وشاف انها مش عدوانية عشان كده ما حاولش انه يهجب عليها وبتطلع من النهر وبتمشي في الغابة فبتقابل ناس من القبيلة بتاعتها وقالت لهم ايه اللي بتعملوه هنا قالونا انهم بيدور عليها واخوك هو اللي بعثنا عشان نرجعي وسألته هو فين قال لها بيدور عليك في الجانب التاني وسألها انت رايحة فين قالت له شفت قال لها شفت ايه قالت له شفت اللي سابقى صار في الارض قال لها الدب قالت له كان فيه دب بس كان فيه حاجة تانية وكان ضخم وما كنتش شايفا لحد ما دم الدب غطاه وكان زي الوحش فاستهزق بيها وبكلامها فبيسأل بيت اللي معاه انتو شفتوا وحش من قصة الاطفال فقالت لهم لقاتل وقتل دب وهو مش معه سلاح فواحد تانية قال لها وازاي هنصدق وهو ما موت كيش فبتسيبهم وبتمشي لكن بيبنعوها بالقوة وقال لها رجع لكل قبيلة وبيكتفها وهي عمالة تقول لهم ان فيه حاجة غريبة بره وبياخدوها وبيمشوا وبيكون البريداتور شغيفهم وبيحدد اللهم عديوانيين من السلاح اللي شايلينه وعدوا في مكان عشان يستريحوا وخدوا منها السلاح اللي معاها فناره بتحس بحاجة غريبة وهم كمان وكل واحد بيستعدوا بالقوة اللي معاك وبستطعوا حيوان فبتقولهم ايه اللي يخليه بيجي هنا واحد منه بيروح يمسك الحيوان ويستهزقوا بيها لكن بيلاقي على جسمه ليزر وبنترب بتلات سهام وبيموت وناره عملت ندع على واحد بتقول له فوكوني قال لها خليك زي من انتي وبريداتور ظهر وخد سهام من جسم زميلهم فبدأوا يضربوا عليه بسهام وهجموه فقطع دماغي التانية والتالب بيهجمه فبتتسحب ناره وبتروح عشان بتفك نفسها فعلا بتفك نفسها وبتشوف التالت وهو بيموت والبريداتور شافها وهي جريت لحد ما بتقابل واحد من القبيلة كان مستخبف العشاب والبريداتور شافهم وعرفوا انهم عدوانيين برضو من السلاح اللي معاهم فزميلها اللي معاك بيسحب سهم وبيقول لناره انه كده في مرموها فعنا رأيته لأ احنا اللي في مرموها وبيجروا وبريداتور وراهم وبيلحق اللي كان معاها وبيموته وهي بتجري وبتقع في فخ وبريداتور بيروح ينسك سلسلة الفخ وبتسمع أصوات وبتلاقيهم ناس جايين ناحيتها ومعاهم بنادق وبيضربوها وبتفقد الوعد ولما بتفو بتلاقي نفسها محبوسها في قفص وبتشوف كلبها وبيروح لها وبيضرب فيها فتفت عليه كان هي موتها لو لو واحد اتدخلوا منعه تبعت واحد تاني بيعرف لغة القبيلة بتاعتهم قال لها انت شفت ايه وهي بتبصول باستغراب قال لها انا بتكلم لغات كتير لازم تساعدينها وازن ان المخلوق صياد وبيتدور على اقوى خصم ايه اللي انت تعرفيه لقى دا المجموعة اللي كانت معاكي قالت له لقى ما قتلش اتكل فقال لها لو كنت زكية فهتساعدينها فالقائد غضب وراح مطلع اخوها من الافص وبدأ اعزف فيه عشان هي تتكلم لكن ما بتتكلمش فبياخدوهم كطعم بربطهم في شجرة فنوار سألت اخوها ازوك قال لها حوله فسألها ان الحاجة اللي بيحولوا يصطدوها هو دا نفسه اللي انت بتدور عليه قالت له ايه وقال لها هو دا اللي اختارتي عشان تشاركي كطمية مجموعة الرجالة اللي كانت بترائبهم عشان يصطدو بدأ هو يصطدهم فاخوها شافه قال لها احنا طعم هو دا عشان نفقيت له لأ هو مش محتاج طعم ومش بيصطد بالطريقة دي هو شافنا قبل ما ياخدوني اسيرة وقرم مني وبعدها مشي ما اعتبرنيش مصدر الهديد فتابي قال لها عاوزة اعرفي ازاي قتلت الاسب بسبب خطتك انتي خليتي ضعيف وكنت هتيتي لي انتي تقدري تلاحظي اللي هيفوتني فقالت له انا مش عارفة ازا كنت هقدر اموت البريداتور ولا لأ فقال لها لو بينزف اكيد هنموته فالبريداتور هو ماشي بيقع في الفخ اللي حطينه وبيهجم عليه لكن بيقدر انه يطلع من الفخ وكمان بيقضي عليهم وكل ما يظهر له حد بيقضي عليهم فتابي سأل ناره ايه اللي احنا هنعمله قالت له عندي خط وطي وقالت له انت في كيضان لما كنوا صغيرين ساعتها شفت كندس رجلية علاقت بين صخرتين وساعتها المية كانت بتاعها بسرعة وعرف انه هيموت عشان كده فضل يأكل في رجلية عشان يتحرر فخواه افتكر انها هتقطع حاجة من جسمها وقال لها استني هتعملي ايه فعرفت تقطع الحبل وقالت له انا اسكن من كندس لا لازم نمشي فسألت له انت رايح فين قال لها هجيب حصانين قالت له انا هجيب ساري كلب اتعها وبتكون لسه المعرجة شغلت بين برداتور والمجموعة وبتروح ناره المخيم اللي في كلبها وبتلاقي باقي الرجال اللي فيه يلموا المهم عشان يمشوا فقاحب يقول لي التاني هنعملي في الكلب ده قال هنموته فقاحب عشان يموته فتلحق ناره وبتهجم عليهم قوة موتهم ويتحرر كلبها وبتخليه يمشي وبرداتور بيكون قاعد بيجوج راحه ناره قاعدة بتعليج نفسها سمعت صوت حد جنبها فلاقيت المترجم اللي كان بيكلمها وقال لها ساعديني وانا اعلمك زي تستخدم المسدس وفعلا اصنع ده ناره هو بيعلمها زي تستخدم المسدس فبيتعالجه الظهور البرتقالية وبعدها بتسمع الثهور البرداتور فقال لها ما تستميش وهي بتمشي وبدأ يزحف ووقف فجأة والبرداتور ظهر وبيكون بيدور على صاحب أثار الدم ومش لقيها فبتعرف ناره انه يزهر البرتقالية ما بتخلهش يقدر يشوف اللي حواليه لكن البرداتور ماشي داس عليه وساعات الرجل بدأ يصرخ وساعاتها موته البرداتور كلبي بدأ يهجب على البرداتور البرداتور بهذه السيام بتاعته عشان يهجب على الكلب لكن أخوها ضربه على دماغه ووقع من على وش القناعة اللي كان لابسه وبيحاول يضرب أخوه بالسيام لحد من البرداتور لما حس انه يتغلط تختفى فأخوها بيدار عليه ومش لقيه فنارة قالت له لازم ان يمشي حالا قبل ما يظهر تاني فأخوها قال لها اهرب يا ناره وفاكر ان أنا لتهديد ودي أقصى مسافة همشيها ومش هتقدم أكتر من كده عشان دي حدودي فقالت له لأ قال لها اقتليه والبرداتور بيدربه من وراه والبرداتور شافها وهي موجهة السلاح عليه ورايح لها بعدا بتلاقي القائد اللي عازب أخوها بيغسل ايده وبيشرب من النهر فبتيجي معالية بتضربه بتخليه في كده الوعي ولما بيفوق بتقول له انت خليت أخوها ينزف عشان كده انت هتنزف دلوقتي وانت فاكر ان انا مش صيادة زيك وان انا مش تهديد وده اللي بيخليني خطيرة انت تقدر تشوف لا بس انا هقتلك وساعاتها البرداتور بيجي وهي بتاكل زهور البرداتور وتختفي وبرداتور بيشوف الراجل ومع السلاح فبيعتبره تهديد وبيموته وبساعتها ناره هتضرب عليه النار من المسندس وبيقع على القناعة فبتاخده وبتحطه بين جزء الشجر اللي بسلقه بيه لما ويقعد في البركتاتين وبتطلع على الشجرة وبتستنى لما ييجه وبتنون التعليل وتفتح بتضرب فيه وبيوقعها ولاسه اضربها بسلاحه والكلب بيهجم عليه وبيضرب سلاحه بحتة غلط فبتاخد السلاح وبتجري وهو عراها لحد ما بيبسكها فبتقطع له ايده وبتقدر يضربه لحد ما بيمسكها من رقبت وفرض السلاح اللي في ايده لكن حسنا حظها ان السلاح ما نخرج عشان الصخرتين وفضل يضغط لحد ما هي سحبت سكنة من اللي نضرب بيهم قبل كده ودرجته تاني فبعد وهي عرفت تتحرر منه ونادت على الكلب بتاعها فجاب لها الفاس بتاعها وبدأ تيجي مع لي تاني وتضعفه عشان توقعه في بركة التين وفعلا بتنجح في كده وبيقع ولما بيقوم بيحاول انه يطلع ويتكون من الحاجة الوحيدة انه هيعملها انه هيضربها بالسهام وفعلا بدأ يستعد انه يضربها فقالت له ان دي اقصى مسافة هتمشيها ومش هتتقدم اكتر من كده ودي حدودك وبتكون محددة بالقناع ان مكانه هو مكان الضرب وفعلا بيدرب السهام وبتيجي فيه وبيتموته والقبيلة هما قاعدين بيلاقوها دخل عليهم هي والكلب بتاعها وراس البرداتور وبتحدفها لزعيمة للقبيلة وبتنديرهم المسادس اللي كان معاها وقالت له هيبقى فيه خطر قريب ولازم ننقلوا الروح ارض يبقى سهل حمايتها فبيحتفلوا بيها وبيخلوها زعيمة الحر كل الموجودين بيفرحوا بيها وبنتهفل منها لحد هنا ويرب نكون اسعدناكم وفرحناكم وعمتعناكم فرضا ولايس امرا اشتراكك يهمنا ولايك وكومنتي فرح علينا